ينضم إلينا هنا في الأستوديو وكيل وزارة الخدمة المدنية للتميز والابتكار المهندس ماجد المعجر المهندس ماجد ناس الخير أهلا بك في الرأس يا حلا والله حيك الله مساء عليكم مساء المشاهدين الله يحييك يا مهندس هذه الدورة والحديث عن البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية بالتعاون مع معهد عالمي نريد أن نتعرف على هذا البرنامج وأيضا كيف سيقدم طبعا برنامج الـ CIPD طبعا الـ CIPD مواسسة معروفة بريطانية عندها مجالين هي متخصصة فيه ومتخصصة في التدريب فيه المجال الأول اللي هو مجال الموارد البشرية بشكل عام وعندها مجال متخصصة فيه اللي هو إدارة المواهب تقدم المواسسة مجموعة من البرامج التدريبية قد تكون برامج تدريبية قصيرة قد تكون برامج تدريبية بشهادة احترافية مدتها تعتبر متوسطة وتقدم أيضا برامج تدريبية تماثل جهادات الدبلوم وهي على مستوى طويل واللي هي انشغالة عليها الوزارة وأيضا تقدمها على مستوية مختلفة فيه المستوى الثالث وفيه المستوى الخامس المستوى الثالث ومستوى الخامس الفرق بينهم بحسب خبرة الشخص اللي بيتقدم يعني أنت تتقدم على المستوى الثالث البداية وبعدين تطلع على المستوى الخامس وهذه البرامج تقدم لمختلف الإدارات الحكومية أو القيادات في الجهات الحكومية لأن يدخلوا فيها كيف يكون الترشيح أيضا عدد المتقدمين وما سيعمل عليهم أيضا الدورات طبعا تم العمل في هذا البرنامج مع معهد الإدارة نعم في البداية كان التركيز على أنه نحتاج أخصائي موارد البشرية الموجودة في الجهات الحكومية أنهم ينتقلوا ويرتقوا بقدراتهم في الموارد البشرية من شؤون المنظفين إلى موارد البشرية حديثة فكان من أهم معايير الترشيح أن يكون فيه عندهم خبرة سابقة في الموارد البشرية كان أهم عوامل معايير الترشيح الأداء السابق للموظف مدى إمكانية الموظف في النجاح في برنامج CIPD طبعا بحكم أن البرنامج طويل كان لازم يكون فيه انضباط على المستوى الحضور لأنه هي برامج يضطر فيها الموظف أنه يحضر في بعض فقراته أيضا للشيء الرابع كان احتياج إيجادة اللغة الإنجليزية أن البرنامج يعتبر فيه اعتماد عالمي ويقدم باللغة الإنجليزية فهذه كانت أحد المباين الأساسية التي نحن نرشع عليها في الموظف الجادة الحكومية جيد المهارات التي تستهدفون أن يوجدها هذا البرنامج لدى هذا الموظف زي ما قلت لقبل هو الانتقال من مرحلة سابقة كانت مرحلة تشغيلية شؤون موظفين ترقيات نقل روات ما إلى ذلك التي تعتبر أمور بس إدخال بيانات وإخراج بيانات إلى موارد بشرية حديثة تنظر مثلا فيها المقابلة ليس فقط أنك أنت مثلا تسوي مقابلة شخصية تبدأ بتجمع السير الذاتية وتفرز السير الذاتية وتختار الجدول وما إلى ذلك لا، هناك مهارات معينة ومبادئ معينة مثلا لكيف تقدم مقابلة شخصية بطريقة احترافية بحيث أنك أنت تعرف المهارات المطلوبة للموظف فهذه واحدة من الأشياء التي نطور فيها الموظفين الـ CIPD يغطي مجالات عديدة منها الاستقطاب، منها إدارة المواهب، منها المكافات والتعويضات منها الهاكل التنظيمية والسياسات والتشريعات فهي مجالات عديدة يغطي فيها التدريب وكلها تكون في مهارات حديثة للموارد البشرية يعني هذه المهارات ستطور موظف الموارد البشرية لأن يكون فعليا يمارس العمل بابتكارية بواعي فكري عالي لأن مهندسة كثير من الناس كانوا يشتكون مسألة هذه النقاط التي يدربها الدورة منها كما ذكرت المقابلة الوظيفية يقول لك والله طريقة غريبة يقابلني أسئلة غريبة وكثير من المختصين يتكلمون أنه ما هي ممارسات هذه محترفة وعالمية يعني تعتمد فقط على تقييم ذاتي وفردي فبالتالي عدد من التشوهات ستعالج من خلال هذه الدورة خليني أرجع شوي للوزارة يعني من الجيد مهندس أنه في استراتيجية جديدة يمكن تكون جديدة أو يمكن ما اطلعنا زمان يش كنتوا تعملون في الوزارة فأنه يكون هناك ليس فقط عمل الوزارة عمل تنظيمي وإداري مع الموظف إنما لا عمل تطويري وتحسيني للموظف هذا ما تعملون عليه حاليا صحيح أنا أشوف أيضا أنه أكبر من ذلك يعني أنا أشوف أنه طبعا الوجه الجديد للخدمة المدنية هو وجه تمكيني للجهات الحكومية لو أخذنا بس مجال التدريب اللي حين تكلمنا فيه قبل شوي في النهاية أنت إذا درت الموظف ما رح تنتقل بممارسات الموارد البشرية للمرحلة التي تحتاجها أنت تحتاج أيضا أشياء كثيرة دائمة تحتاج أنظمة إلكترونية فعالة وممتازة تحتاج أتمة لبعض العمليات تحتاج وضع السياسات وموارسات حديثة وإدلة رشادية تحتاج هياكل تنظيمية أيضا تدعم الموظف فالخدمة المدنية بوجهها الجديد أخذت طابع التمكين أخذت طابع أنه معظم العمليات اللي ليس من المفروض وليس من المثال أنها تكون موجودة مركزية في الخدمة المدنية تكون من صلاحيات الوزارات ولكن لما أنا أعطي صلاحية لوزارة أو جهة معينة يجب أن أدعمها ويجب أن أتمكن أنها وصلت لمرحلة النطج المناسبة بحيث أنها تقوم بهذه الأعمال وفيه طبعا كثير من المبادرات اللي شغال عليها الآن وزارة الخدمة المدنية من ضمنها تدريب الموظفين وتقريبا على رأسها يضال تدريب الموظفين في كلمة كررتها مرتين مهندس اللي هي التحول من شؤون الموظفين إلى إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية نبغى نعرف الاستراتيجية من هذا التحول أيضا ماذا سيكون أو ما هي الإضافة اللي بيقدمها هذا التحول تمام طيب لو نرجع بس وشي شو المفهوم من الأساس أسطن شو الموظفين كانت في الأساس هي عبارة عن زي ما تكلمنا قبل عمليات وإجراءات بسيطة عندك مدخلات أنت تسوي لها فحص ولا نظر ولا تدخلها في جهاز وما إلى ذلك عندك مثلا تدخل السيارة الذاتية في نظام معين تتأكد من الرواتف تتأكد من البدلات تتأكد ما إلى ذلك فكانت كل أعمال روتينية وتشغيلية بعدها بدأت تنتقل الموارد البشرية إلى التخصصية بدأت الموارد البشرية تشوف أنه فيه احتياج لأنه لازم يكون عندي شخص متخصص في إدارة المواهب مثلا علي أساسا أختار الموظفين وش هي إطار الكفاءات اللي أنا ممكن أطل في الموظفين فيه مبادرات كثيرة على مستوى مثلا الثقافة المؤسسية صار فيه أيضا تخصصات على مسألة التعويضات المزايا صار أيضا فيه تخصصات على مسألة الاستقطاب تخصصات على مسألة التدريب والتوظيف فانتقلت المرحلة الروتينية والعملية إلى مرحلة تخصصية علمية مبنية على أسس وممارسات عالمية بعد أيضا صار فيه انتقال تحول جديد أنه في الأخير أنا أيضا كمؤسسة أو جهة ما أنظر لي الحلول للمواردة البشرية حلول منفصلة وإنما أنظر لي الحلول للمواردة البشرية حلول متكاملة فصار فيه النظرة إلى بعض خصائل المواردة البشرية اللي يقول لك أنا أعطيك الحل المتكامل وليس أعطيك حل مختص في كل جهة فنحن نريد أن نعمل مع الجهات الحكومية بحيث ننتقل من البداية اللي كنا نتوقعها طبعا فيه مستوى تنضج مختلف في جهة الحكومية إلى ما نوصل لمستوى النضج اللي نطمح له جيد دعني أسألك على الوكالة هذه وكالة الخدمة المدنية للتميز والابتكار موجودة من زمان مهندس الوكالة هذه لا هذه جديدة مستحدثة كم صار له تقريبا والله أنا أكبر لكم موجودة كانت فيه لكن لا يقل سنتين بكثير لأن اليوم فعلا نحتاج للتميز والابتكار دعني أروح المثال يعني واحد من الشباب مهندس اشتغل مع شركة عالمية كانت موجودة تقدم فعاليات من ضمن المواسم الموجودة في المملكة وشركة لها اسم في صناعة الترفيه لما جاي وقع العقد اللي هو الوقتي معه طبعا كان هناك تنظيم عالي في مسألة توقيع العقود على العكس بعض الشركات مع ربعنا اللي تعلم شو بنعطيك بعدين ويمكن تجي بعدين وما تجي خصوصا نتحدث عن الموسمية كان يتحدث أنه مكتوب في اسم العاقد التوقيع مع موهبة حتى ما كان يتحدث أنه والله بوقع مع موظف كتقدير أيضا تحدث عن اعتذار أنه والله القيمة يعني لا تلقي بالعمل اللي بتقدمه أو الجهد بس أنه بنبحث عن تطويرك في النسخة القادمة ونحتاجك معنا وبالتالي سترتفع القيمة كان هناك وضوح هذه الممارسات العالمية مهندس متى ممكن نشوفها عندنا بالنسبة للقطاع الخاص بالنسبة أيضا للأجهزة الحكومية نتحدث عن التعامل مع الفرد كاسم وليس كرقم أنه والله هذا كاسم سأصنع منه شيء وبالتالي سأنتظر أن يصنع لي أشياء أنا بالنسبة لي أعتقد هذه الممارسات لازم تكون متواجدة بشكل سريع لأنني أنا بالنسبة لي إذا أنت تعتقد أنه في مراحل لازم تتجاوزها على أساس توصل لمبدأ الفرد ومبدأ على قولة كلمة الموارد البشرية بطريقة غير منطقية يعني أنت في النهاية تتعامل مع بشر تتعامل مع متطلبات قد تعتبر معقدة من شخص لشخص ولازم تتعامل معها بأساليب حديثة واحدة من أكثر الأساليب اللي قاعدة تدخل الآن في سوق العمل اللي هو أنت كيف تحفز الموظف موظف ألف يختلف عن موظف باي خلف عن موظف جي وما إلى ذلك وكل واحد له طريقته إذا ما استخدمت أساليب حديثة في اختبارات تقييم الموظف من الناحية ليس طبعا من ناحية الأداء السابق ومن ناحية الإمكانيات المستقبلية تقدر في الأخير أنك أنت تعرف كيف تضع الموظف المناسب في المكان المناسب ولا يتضع الموظف المناسب في مكان غير مناسب وتكتشف أنه ما نفع في المكان اللي أنت فيه فهذه ممارسات كثيرة احنا شغلين عليها شغلين أيضا على ممارسات في وكاتة ابتكار والتمييز اللي لها علاقة بالثقافة المؤسسية في النهاية دائما نقول لك مهما وضعت استراتيجيات ممتازة ويعني استراتيجيات مثالية إذا الثقافة المؤسسية لا تدعم هذا الاستراتيجية لن تمشي أبدا والثقافة المؤسسية في النهاية إذا لم يكن لها أسلوب ممنهج أنك أنت تضعها في قالب تستطيع أنك تطبق على أكثر من جهة تستطيع أنك أنت تفعل في الجهة نفسها وتضع البرامج الداعمة لها صعب أنك أنت تمشي فيها فهذا أيضا واحد من الأشياء التي نعمل عليها في وكاتة ابتكار والتمييز وكاتة ابتكار والتمييز وضعت مكان خاص بالتفكير بسليب مستقبلية ونظرة مستقبلية للموارسات المواد البشرية وإن شاء الله بإذن الله نكون على قدح الصدر إن شاء الله يا ربك مثل ما ذكرت مهندس يعني لو جاء التطبيق يعني لو بدأت فيها الجهات الحكومية أيضا بعض الجهات الخاصة بكل تأكيد أنها تكون هي الأولى والكل بيذهب له فبالتالي تنتشر هذه الممارسة كمفهوم للنجاح والمفهوم الحقيقي للموارد البشرية أنك تتعامل في النهاية أنت مع إنسان تعطيه بيعطيك نتمنى لكم التوفيق جهود أمانة كبيرة إن شاء الله بإذن الله أن نرى المتحققات منها في المستقبل بشكل إيجابي وكيل وزارة الخدمة المدنية للتمييز والابتكار المهندس ماجد المعجل شكرا مهندس شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة